الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد آتينا موسى الكتاب وغفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استفرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا والف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله وصدقوا لما معهم وكانوا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغير أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباغوا بغطب على غضب وليكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم أمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمعنت عليهم وإن المضوب عليهم ونضالين ولقد جاءكم موسى في البينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأمرتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فانطقوا مطور خلوما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا فتمنوا موتهم كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياته ومن الذين أشرفوا يود أحدهم لو يعمر ونفسانه وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير عندما يعملون قلنا كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصفقا مصفقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عادوا عهدا بله خيط منهم بل أكثرهم لا يؤمنون الله أكبر الله أكبر الحمد لله يرب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولما جاءهم رسول من عد الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وابتبعوا ما تكل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما منزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفردون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا روعنا وقولوا أمورنا واسمعوا وللكافرين أذاب أليم ما يرد الذين كهروا من أهل الكتاب ولن شركنا هي ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المنضوب عليهم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى بالمقال ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردوا نكون من المعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين له الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير ما تجدوه عند الله إن الله بما تعمل بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برها لكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله أكبر الحمد لله وعبد العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وعير المرضوب عليهم ولا الضالين وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من أن ندع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما توله فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإلى قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنما أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم ويري المغضوب عليهم ولا الضالين ولن ترضى عليك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتعونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسه شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ متلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم صلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيلا طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال وما كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيم اهدنا الصراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم وإن الفنطوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعد فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا ترتم إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا إله واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المنطوب عليهم ولا مالين وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي نوسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آماتوا به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع عليم صبرة الله ومن أحسن من الله صبرة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أنتم أعلموا من الله ومن أعلم مما كتم شهادة عياده من الله وما الله بغافر عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المنطوب عليهم ولا الظالمين سيقول السفهاء من الناس ما والله العام وقبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرك والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبائه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضوها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافر عن ما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء منطلين ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر النسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عن ما تعملون الله الحمد لله يوم بالعالمين الرحمن الرحيم ما لفي يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتن نعمتي عليكم ونعلكم تهتدون كما أرسلنا بيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين أنا من استغلوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا عصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم